أطلقت مؤسسة رعي مصر للتنمية احتفالية بعنوان حكاية رعي مصر وذلك في قصر عبدين وسط حضور الرين مكتف من شخصيات عامة ومؤسسات مهتمة بالعمل الخيري والأهلي وتحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاء ذلك لسرد جهود المؤسسة لدعم الفئة الأولى برعاية والأسر الأكثر استحقاقا بقرى ومحافظات مصر مؤسسة رعي مصر قدرت تحقق أرقام يعني يمكن لأول مرة أنها تحصل في تاريخنا إحنا كمؤسسة قدرنا نوصل ل2.700.000 مريض اتكشف عليهم وتخدموا قدرنا نوصل ل9.000 قفلة طبية منهم سنة 23 بس اتعامل حوالي 4.000 قفلة طبية في أكتر من 4.000 قرية على مستوى جمهورية قدرنا نوصل ل20.000 عمليات رحية هذه المؤسسة مؤسسة المجتمع المدني اللي هي نموذج للمؤسسات والي الحمية الوطنية وللمسئولية اللي احنا بنتكلم عليها المسئولية المجتمعية فأنا سعيدة بوجودي في هذه الاحتفالية خصوصا أن احنا كمان وزارة الهجرة هي الوزارة التي تعمل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني خدمة للمصريين مؤسسة رعي مصر بتعمل خدمات كثيرة جدا جدا للناس المحتاجة الناس الناس اللي فيه حاجات كثير في حياتها كانت تتمنى ان ان تبقى عيشة عيشة افضل مؤسسة رعي مصر بتساعد عشان تتيح الفرصة للناس انهم يعيشوا عيشة احلق اللي التحالف الوطني يعني هم عاملين مجهود خطير بجد لمساعدة الناس ومؤسسة رعي مصر من اهم المؤسسات الخيرية والفيه ثقة كبيرة فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة